موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص الذي يتمحور حول الأوقاف الإسلامية في العراق حول حقيقتها تقسيماتها وكل ما يتعلق بها حجم تلك الأوقاف وأهميتها في الحفاظ على الهوية العراقية بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالتدوين القانوني للأوقاف العراقية والعشائر والعائلات أو العوائل في العراق وكيف انتفعت من هذه الأوقاف ومحاور أخرى كثيرة نناقشها باستفادة إن شاء الله مع ضيفنا الدكتور عثمان سعيد وأستاذ الشريعة والقانون في جامعة يلوى التركية مرحبا بكم على دكتور أهلا بكم أستاذ حياكم الله شرفنا يا أستاذ دكتور نحن أمام موضوع كبير ومتشعب ومهم يأخذ أبعادا تاريخية عميقة في جذورها عميقة في التاريخ ويأخذ أبعادا حالية ويتعلق بالسياسة وبالاقتصاد حتى في العراق لكن قبل ذلك نود أن نتعرف أكثر على حقيقة الأوقاف الإسلامية في العراق نتكلم عن حجمها وعن تقسيماتها أيضا في الأونة الأخيرة طبعا هذا الموضوع هو من المثائل المهمة جدا لأنه يجبع بين عدة أمور أولا البعد التاريخي والمكاني والأثر الاستراتيجي نحن لا نتكلم على مسألة تاريخية مجردة نحن نتكلم بصراحة عن هوية مجتمع هوية تاريخ ارتبطت بالحضارة الإسلامية تحديدا وبتشكيل المجتمع العراقي طبعا هذا يرجع لعدة أسباب لأنه بعد الفتح الإسلامي للعراق قام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمعروف أنه في الأرض الخراجية فالأرض الخراجية هي نوع وقف ويتشكل ثلث أرض العراق ثلث أرض العراق نشأت أثناء الفتح مدن مثل البصرة والكوفة بعد ذلك واسط بعد ذلك بغداد استمصرات وصح التعبير تم العمل بعرف الفاروق عمر في إنشاء المدن لذلك ارتبطت الأوقاف من وجه بالبعد التاريخي بالبعد الجغرافي بالأثر الاستراتيجي كيف بالأثر الاستراتيجي في كل مرحلة يمر بها العراق بأزمة أو أي مدينة مسلمة ليس شرط أن تكون بصراحة نقول بغداد أو البصرة أو الموصل لكونها الولايات الثلاثة في أواخر العهد العثماني ولكن أي مدينة تمر بأزمة هي تلجأ إلى الأوقاف وتعيد بناء ذاتها طبعاً عرف الوقف انتقل إلى العالم بما يسمى الانجي او منظمات المجتمع المدني ونستطيع نقول أن الإبداع الذي أوجده الفقه الإسلامي في صياغة الأوقاف حافظ على النهضة الحضارية للأمة المسلمة هذا بشكل مختصر كيف؟ كيف؟ الأوقاف ليس لها مسلك واحد أو مقصد واحد غالباً البعض يتصور حينما نقول وقف يتخيل أنه وقف ديني فقط لكن الأوقاف في الشريعة الإسلامية جلها كانت تهتم برعاية المجتمع بعادة المجتمع نجد الأوقاف المدنية مثلاً تهتم بالجسور بالأنهر هناك أوقاف أخرى تهتم بالعمران هناك أوقاف تهتم بالعلوم هناك أوقاف تهتم برعاية الصحة والطب وما إلى ذلك الآن العقل إن صح التعبير الذي تشكل نتيجة معلومات خاطئة أريد لها أن تتشكل بطريقة مقصودة حينما نقول وقف إسلامي يأتي في ذهننا الجامع والمدرسة صحيح وربما رعاية الأيتام ولكن حقيقة هذه الأوقاف سنضرب أمثلة على ذلك قد لا تشكل الأغلبية من الأوقاف الموجودة وخصوصاً الأوقاف العراقية هذا يعني هذا يعطي نموذجاً من دور الوقف ماذا لا تحدثنا عن حجم هذه الأوقاف دكتور بين الماضي والحاضر والله هذا سؤال كبير جداً ربما يعني يستلزم الأمر عرض بعض الوثائق يعني مثلاً لو عرضنا الوثيقة رقم واحد نعم يعرض زمراء يعني أحبذ الوثيقة رقم واحد تمام هذه الوثيقة هي سنأخذ العمق التاريخي وأثره في الواقع الحالي نعم لا أدري أرضت الوثيقة نعم نحاول أن أقف هنا سعدي أنت تجلس سأكون أنا طيب هذا مثلاً نتكلم هنا على أحكام الأوقاف هذه للخصاف الإمام الخصاف الحنفي هو إمام حقيقة اشتهرة بكونه من كبار علماء الحنفية نعم وضع قانون الوقف في عام 261 هجرية تقريباً 875 ميلادية كتاب الأوقاف للخصاف أسس لكيفية إدارة المنافع العامة الاستراتيجية للدولة العباسية نعم طبعاً أثر في كتاب آخر اسمه أحكام الوقوف ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف لعلي حيدر فندي بالمناسبة هذه النسخة العثمانية وهي أحتفظ فيها نسخة نادرة طبعاً للمحامي محمد جميل مشهور الذي كان نقيب المحامين وهذه ترجمت إلى اللغة العربية ولكنها تترجم كاملة هنا نتكلم على 1778 مادة مثلاً كيف أسست في أواخر العهد العثماني حاولنا أن نقوم بجرد لأوقاف الموصل كانت هناك عندي مشاركة في جامعة كانتبري في بريطانيا حول أهمية الوقف في إعادة تشكيل ما دمر من مدن لأن بعد الحرب العالمية الثانية دمرت العديد من المدن الأوروبية أعيدت تشكيلها لأنهم انتفعوا من نظام الوقف الإسلامي طريقة النظام فوجدنا مثلاً في الموصل أنا أرجو أن تحسب معي بطريقة سريعة وجدنا أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف دفتر يخص الوقف نحن نتكلم عن ثلاثة وثلاثين ألف دفتر كل دفتر هو عبارة على الأقل صفحتين إلى مائتين صفحة لو قلنا ثلاثين ألف نضربها في عشرين صفحة كم يكون النتيجة؟ ستمائة ألف ستمائة ألف ستمائة ألف هي عبارة عن فهرس الأوقاف فهرس القرارات الوقفية في عهد السلطان عبد الحميد كل صفحة هذا في مدينة واحدة فقط نتكلم عن ولاية الموصل في كل صفحة عشر قرارات وقفية وحجج وقفية كم يكون عندنا؟ ستمائة ألف يعني سيكون ستة مليون وثيقة فنتخيل حجم هذا الكم الكبير الذي هو نشأ من عملية التدوين الوقفي فإذن هو من جهة نقارن من عام الثمانمائة وخمسة وسبعين إلى زمن ألف وتسعمائة نعم إذن الوقف هو من جهة وقف متراكم تراكمي يعطي بعد استراتيجي مثلا أخذنا الوثيقة الثانية سأضرب لك مثال لكن دكتور هذه الأرقام التي تفضلت بها هي تتحول إلى أرقام أو إلى أموال في الحقيقة نعم إلى أصول يعني إما أصول أو أموال منقولة أنا أضرب مثال بسيط مثلا على وقف من الأوقاف لو نظرنا إلى مثلا جامعة هارفورد ويدخل عبر نت ويرى بالمناسبة جامعة هارفورد جامعة سانتندروس في بريطانيا الجامعة العبرية تعتمد نظام الوقف الذي ذكرناه في الكتاب السابق ترتيب الصنو في أحكام الوقوف يعني هم يعتبرون حقيقة معايير الوقف الإسلامي جامعة هارفورد عائدية أكثر من 30 مليار دولار لكن لو نظرنا إلى الأصول الوقفية لجامعة هارفورد كأصل وقفي ليس كاستثمار وقفي فرق أني أتكلم على أصول ثابتة وليس يعني الأصول الثابتة والاستثمار الاستثمار يحتاج إلى استراتيجية ولهذا حقيقة ترتيب الصنو في أحكام الوقوف هو سأسهم في صنع الاستراتيجي نجد أن عائدية جامعة هارفورد ومنحقاتها أكثر من 30 مليار دولار قمنا بالمقارنة وهنا أقول قمنا بالمقارنة بين الأصول الوقفية لجامع الشيخ عبدالقادر القيلاني وجامعة هارفورد نستطيع أن نقول أن أصول الوقفية لجامع الشيخ عبدالقادر القيلاني ثلاثة أضعاف هارفورد لكن أين هي طريقة الاستثمار هنا يأتي الدور أين هو واجب الوقف من يتولى إدارة الوقف مثال حتى نعطي على الكم الموجود طبعا أهل العراق هذا الموضوع يهمهم جدا السلطان سليمان القانوني لم يسمى القانوني إلا بعد أن اطلع على الأرشيف الوثائق الموجود للدولة العباسية حين دخوله إلى بغداد هناك مادة أهل القانون يعرفونها ليس أتثر 1737 في مجلة الأحكام العدلية هذه المادة حقيقة هي تتكلم عن الدفاتر السلطانية التي تم صياغتها أثناء دخول السلطان سليمان القانوني في عام 1534 إلى بغداد حيث وجد كم كبير جدا جدا من الدفاتر السلطاني كم عددها؟ 970 دفتر نحن حينما نتكلم عن 970 دفتر لو أعيدت طبعها الآن الطباعة الحديثة نتكلم عن 5000 مجلد عبارة عن قرارات ماذا هو فيها؟ هذه النقطة المهمة لأن دخول السلطان سليمان القانوني كانت هوية بغداد العربية غائبة مثلا وجد فيها العوائل البغدادية والعشائر العربية وما تملكه من أوقاف فلهذا أصبحت عملية إعادة تعريب العراق من صح التابع يعني خذ مثال بني تميم الذين هم مثلا في أطراف بغداد أو الذين هم في ديالة تم استقدامهم من حوطة بني تميم في داخل نجد نتيجة أن هناك أراضي تم وضعها لخهادمة لتلك العشائر العراقية وأنشئ النهر السليماني الذي هو نهر الرحسيني المشهور وتم وضع العشائر العربية هناك من أجل الحفاظ على هوية العراق العربية هذا يعطينا الكم الكبير لحجم الأوقاف والحجم الأرشيف الموجود المتعلق في بغداد والعراق والبصرة طبعا أكبر أرشيف موجود في الأرشيف العثماني هو أرشيف البصرة يعني حجمه يفوق التصور على سبيل المثال كنت أبحث مرة عن بعض القضايا المتعلقة لبني أسد مثلا أو بني مالك أو لجبور نجد أوقافهم تستمر شرق الخليج العربي حتى تصل إلى شبه القارة الهندية وكانت على مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ولهذا كانت هناك إمارة مشهورة تسمى الإمارة الجبرية نسبة إلى ميغرين الجبري أيضا طبعا هو مجهور من الإمارات الكبرى اعتمدت الأصول الوقفية مثلا لولاية البصرة نعم هذه القضايا المهمة يعني حقيقة نعم إذن هذه وثائق تاريخية مهمة دكتور نعم وعرضها في هذا التوقيت أيضا مهمة نعم لكن نحن نتكلم عن أرقام كبيرة جدا هل هذا يعني بأن الحياة في ذلك الوقت كانت الحياة اتصادية كانت وقفية بالدرجة الأولى أم كيف نفهم يعني وكيف يمكن يعني أن نعكس هذه الأرقام وهذه المعلومات على الواقع الحالي هو حقيقة وجود الأصول الوقفية يحتاج إلى تنمية الوقف وإدارة الوقف واحدة من الإشكاليات الكبرى أن منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة وهذا يقودنا إلى الوثيقة الثالثة الآن الوثيقة الثالثة حقيقة تتكلم كيف نشأت القوانين العراقية لإدارة الأوقاف أظن أن أريضا سيؤردها نعم كيف نشأت؟ نشأت هي تعتمد القوانين العثمانية في البداية حقيقة نشأتها كانت نشأة إيجابية ولكن بمرور الوقت انتقلت إن صح التعبير مديريات الأوقاف ووزارة الأوقاف وإدارة الأوقاف أن تكون مالكة للوقف وهذا ليس صحيح الوقف مديريات الأوقاف لا يملك الوقف بل الذي يملك الوقف هو المتولي يعني اليوم نسمع في العراق مثلا الوقف السن يقوم ببيع أراضي في بعض المحافظات ليس من حقه أن يبيع قانونا ليس من حقه لأن هذه الأراضي أوقفت بحسب شرط الوقف نعم فلذلك الاعتداء على الوقف في العراق هو اعتداء مقصود لذهاب هوية العراق يعني أنا أقول هذا بصراحة أحيانا يكون مثلا قرأت مرة وثيقة تتكلم عن الأوقاف في بغداد قبل 300 سنة وصل الأمر لم يبقى فقير في بغداد فتم إعطاء فاضل ما زاد من هذا الوقف إلى اليهود والنصارى حتى يدفع عنهم مثلا هناك ويستطيع أي باحث أن ينظر هناك ما يسمى المجاعة الكبرى في إيران تم موت 25 إلى 40% من السكان في الحرب العالمية الأولى أهل ديالة من الجوع من الجوع أهل ديالة نحن نتكلم 25% على الأقل في الحرب العالمية الأولى لم يدخلوا حرب ولكن كانت الإدارة الظالمة وطريقة التفكير هناك البعيدة عن الوقف من وقف أهل ديالة لإنقاذ الناس في كربنشاه مثلا نعم وإنقاذ الجوع هناك كان لأن هناك أوقاف للشيخ عبدالقادة القيلاني في داخل المناطق الإيرانية تم أنفاقها لإنقاذ الجوع والفقر الذي أصاب الناس في إيران بخطور أنت الآن حتى تجهز الوثيقة الثالثة قلت بأن الأوقاف في الموصل على سبيل المثال هي ثلاثة أضعاف الأوقاف في هارفرد الشيخ عبدالقادة القيلاني الشيخ عبدالقادة قيلاني نعم فقط مدارس شيخ عبدالقادة فقط مدارس لماذا؟ لأن هناك أربع قوانين صدرت في العراق في عام 59-52 وعفاً 59-62 وتقريباً 64 تتكلم على تصفية الوقف القادر في ديالة نعم لضخامتها لأن السلطان عبدالحميد أو السلطان سليمان القانوني أوقف مناطق كبيرة جداً في ديالة وبعض منها بالمناسبة يعني فيها يعني أبار النفط نعم أنا أريد أن أسألك بعد عرض الوثيقة عن حقيقة هذه الأرقام وحجم هذه الأرقام الآن يعني الآن ماذا نتكلم عن ماذا نتكلم فيما يتعلق بهذا يعني الأرقام الموجودة الحالية في داخل العراق لا شيء قياساً على الأرشيف العثماني والأرشيف الذي موجود في حقيقة حول الأوقاف نعم لأن للأسف استهدف الأرشيف الوقفي في داخل العراق هذا الاستهداف مقصود لكن الشيء الجيد والطيب أنه الآن هناك أرشفة لأوقاف العراق بطريقة سليمة نستطيع أن نصل إلى الأصول الوقفية وللعلم مثلاً إنشاء شارع في بغداد على سبيل المثال شارع الرشيد هو في الأصل خليل باشا جدس للوالي خليل باشا تم جرد منطقة بغداد بالكامل كأبنية وخرائط وتم وضع الوقفيات الخاصة فيها لهذا السبب أن الأرشيف العثماني الذي يوصف فيه واقع الأوقاف في العراق هو قريب ليس بعيد يستمر بالخرائط البريطانية ثم الخرائط العراقية على سبيل المثال السلطان عبد الحميد رحمه الله قام بتوثيق الممالك العثمانية بأربعين ألف سورة وأنا عندي واحدة من نماذج السورة فأعطاها للموظفين كل موظف يكتب تقرير عن السورة ما الذي وجده من وقف أو من شيء أو من أبنية تتحكم في القضايا الموجودة أظن خرجت القوانين يعني على سبيل المثال هذا القانون القانون الأوقاف العثماني يعتمد على الدستور العثماني وضعتها في الزاوية لكن هنا نلاحظ قانون 29 35 64 66 كل هذه القوانين تتكلم هي معنية ليس بأن الوقف هو يتولى ملك يعني مالك إدارة الوقف وزارة الوقف ديوان الوقف أي اسم كان هو لا يملك رقبة الوقف هو عليه أن يتولى الإدارة الناجحة الناجعة كجهة رقابية لتنية الوقف صحيح الإشكالية الآن عقلية من يتولى إدارة الوقف أنه أصبح مالك للوقف أصبح مالك للوقف ولهذا أنا أقولها بصراحة كل من يتجاوز عن الوقف ويعني بعد هذا الكلام ويتصرف ببيع أصول وقفية فوالله هذا يعني حسابه الشديد يوم القيامة كل من يمديده لهذا القوانين كلها كلها لم تستطع التجاوز عن الوقف أنا أضرب مثال مثلا على الأوقاف الخاصة في الموصل لأنه دونتها هنا تفضل يعني نأخذ رقم أربعة مثلا يعني استمر أعطينا الصورة رقم أربعة حتى نتخيل جاءت الوثيقة طيب هذه مثلا نتكلم كيف تم ولاية الموصل لماذا اخترت ولاية الموصل لأن ولاية الموصل فيها أوقاف حقيقة تاريخية أنا أشبهها حينما بدأت أقرأ الوقف في الموصل وكأنه هي عبارة عن نسر رأسه يمتد إلى الجنوب في داخل الموصل جناحه الأيمن يمتد فيدخل إلى حلب ثم حما ثم المسجد الأقصى المبارك وجناحه الأيسر يمتد ويصل إلى أين إلى أطرف بحيرة قسوين وذيله في وسط الأناظول الله أكبر ولهذا سنضر المثال على ذلك بسيط ولاية الموصل هذه السنامة العثمانية المهمة جدا تتكلم عن ولاية الموصل نجد هذه الولاية كيف أنها تم التدقيق فيها بطريقة إدارية بحيث كل الكلمة هي تمثل مفتاح إما لجهة إدارية أو لجهة وقفية ولو أخذنا مثلا نسبة الأوقاف الوثيقة رقم خمسة حتى أعطيك التصور أستاذي بطريقة ممتدية هذه النسبة نعم هذه النسبة قمنا بجرد عينة عينة لمجموعة من الأوقاف الموصلية نتخيل الوقف الديني كم هو؟ 18% 18% الوقف التعليمي كم؟ 16% الخيري 11% والذري 11% طيب الوقف المشترك ما هو؟ لماذا نقول؟ لماذا نقول أن الوقف يحافظ على هوية المجتمع نعم الوقف المشترك هو من جهة عائلة ومن جهة خدمة للمجتمع نعم فنحن نتكلم أن 42% من عوائل الموصلة لنصح التعبير أوقفت ولهذا نجد أن الوقف المشترك هو يعيد تشكيل هوية العائلة الموصلية والعشيرة العربية وهذا ينطبق كذلك في البصرة نضرب مثال بسيط الدولة العثمانية قامت بخدمة كبيرة حينما دخلت إلى الأرشيف في بغداد فوجدت الوثيقة مثلا رقم 6 تتكلم عن الجامع النوري الكبير الجامع النوري الكبير هو الحذباء المشهور نعم لأن نور الدين زينكي رحمه الله حينما أنشأ الجامع هذا الجامع أسسه لمنظومة التحرير والجهاد في المنطقة كيف؟ أولا نشأت الدولة الأيوبية كانت من خلالها هذا بالمناسبة لو أوقفناه نشاهد هنا هذه وثيقة طبعا بالمناسبة بعض الوثائق تصل إلى متر ونصف يعني لم نستطع إلا أن نقسمها هذه الوثيقة لألاحظ المشاهد أنه تجد هنا مثلا السطر الكتابة بهذا الاتجاه نعم أو بهذا أو بهذه الطريقة اليوم أنا أقول حينما ندرس المادة مادة القوانين أقول له أنت حينما تذهب إلى الماركت وتأخذ الفاتورة كيف تأتيك الفاتورة؟ بطريقة بهذا الشكل نعم صح؟ حتى لا يقع الخطأ هذه تتكلم عن عائلة تولت إدارة الجامع النوري الكبير ويسمى الوقف وقف أيوبي لماذا؟ لأن السلطان صلاح الدين الأيوبي أعاد توثيق جميع الأوقاف وجدها السلطان سليمان القانوني حينما دخل إلى بغداد نعم ومنها أوقاف في القدس الشريف حينما نلاحظ هذه النهاية هنا هذه تتكلم بالمناسبة على الواردات والمصرفات ولهذا كتبت بهذا الشكل انظر يعني يا حبذ القائم على الدولة لأن السرقات اللي يصير يتبعون هذا الشرف في التدوين نعم شرف في التدوين ثم تجد هنا تقرير نهائي تقرير نهائي حتى الدولة العثمانية كيف نفرق الوثيقة النهائية من الوثيقة البدائية نجد فيها كلمة سنة مالية هذه السنة المالية هنا وضعت هذه وثيقة سنوية يعني هذه سنوية نعم تتكلم عن واردات الجامع النوري الكبير وتتكلم عن مصرفات الجامع وتتكلم أيضا على طريقة تنمية الوقف الشيء العجيب أن هذه الأوقاف للجامع النوري الكبير أسهمت بخدمة مدينة الموصل احتاجت إلى تنمية وزارة إنصح التعبير نظارة الأوقاف عجزت أن تحقق التنمية للمسجد ماذا فعلت؟ أعطت دين في رقبتها لوجود تقصير كيف رفعها؟ من هيئة الأوقاف مثلا في مدينة الموصل أو متولي دائرة الأوقاف في الموصل رفعها إلى والي بغداد والي بغداد رفعها إلى مجلس شورى الدولة العثمان مجلس شورى إلى نظارة الأوقاف إلى مجلس شورى ثم إلى الصدر الأعظم ثم بعد ذلك إلى مشيخيات الإسلام عملية توثيق عجيبة ليست سهلة حتى نبحث في هذا الأرشيف لوحده وجدنا تقريبا أكثر من 60 وثيقة نعم هذا مثلا على سبيل المثال تعرف دكتور خطر في بالي سؤال مهم يعني بين الماضي والحاضر ممكن يخرجنا الوثيقة رقم 7 ثم نأتي للسؤال حتى يأتي الوثيقة رقم 7 بين الماضي والحاضر كيف يجري التعامل مع هذه الأوقاف يعني في الماضي رأينا هذه الإجراءات الفنية والإدارية والتعامل مع الأوقاف وفي الحاضر سنرى إجابتك بعد أن نصارد بعد إذنك الوثيقة السابعة هي ستجيبك على هذه القضية أولا في نقطة لماذا كان في السابق كل شريف لا يمد يده إلى الأوقاف لأن الذي يعني يسرق مني هو سرق من فرد لكن الذي يسرق من الأوقاف سرق من الأمة المسلمة نعم فيوم القيامة مليار ونصف يوقفونه فلهذا الوثيقة بالمناسبة هذه من قسمين يعني لو بدأنا البداية رقم ستة لو سبعة سبعة نعم يعني هذه الوثيقة مثلا تتكلم تقرير كامل عن الجامع النوري لو توقف هنا نتوقف هنا نتوقف هنا لم يكتبوا نور الدينزينكي أبدا يعني مثلا حينما تذهب هذا العرف العثماني موجود مثلا لاحظ مثلا أيوب سلطان يعني لأن الصحابي يتقدم على اسم السلطان نعم تمام لكن فاتح سلطان محمد الفتح لفظ الفتح يتقدم على سلطان محمد والسلطان يتقدم على لفظ محمد يعني هذا الأدب في اختيار هنا يتكلم السمر أستاذي يعني أظهر هذا جزء من وثيقة بالمناسبة لم نستطع أن نعرضها إلا أن نقسمها إلى قسمين لأنه تستمر وفيها تقرير وعطينا الوثيقة رقم تسعة عفوا ثمانية ثمانية وثيقة رقم ثمانية بعدها لاحظ هذه تكمل قف هنا هذا خط هل فيه نقاط؟ لا ليس فيه نقاط وفيه إشارات هذا كتب بطريقة الشفرة العثمانية لمنع سرقة الأوقاف ولهذا انظر قفنا هنا أستاذ توقف هنا توقف لاحظ هنا مكان للسق الورقة يعني إذا أنت أردت أن تكتب تقرير لا تضعه في الخلف تلسق ثم تلسق ثم تلسق ثم يتم هذه الاستدامة والاستمرارية لكن قبل هنا كتب بشفرة ما يسمى حقيقة خط السياقة ونوع من الخطوط حقيقة العثمانية الموجودة خلفه أنا أظن يصل إلى نتكلم على مئات الوثائق المختصرة في هذه الأسطر استمر أستاذي طبعا هنا تم تطوير الوقف يعني الجيل الذي يأتي يضيف ويضع المعلومة يستكمل لا يلغي الهوية لا يلغي الهوية ولهذا حقيقة الأوقاف العراقية أسهمت بضبط الهوية العراقية والهوية المتعلقة بالأسر العراقية هذا بشكل مختصر ضربنا مثال على الجامعة النور الكبير على ذلك نور الدينسنك رحمه الله ماذا عن الأوقاف ودورها اليوم في الحفاظ للهوية العراقية هو بالصراحة أنا أستطيع أن أقول لا توجد نصح تعبير عائلة عراقية أو عائلة عربية أصيلة إلا ولديها وقفية والوقف هذا إما على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على مذهب الإمام الشافي أو على مذهب الإمام مالك في الغالب هناك أوقاف قديمة حنبلية فقط هي على المذهب الأربعة غيرها لا يوجد عبر التاريخ والواقع الحالي لأن النظام الوقف حقيقة موجود هو بالفق الإسلامي القائم على مذهب السنة والجماعة فالحفاظ عليها أنا أقولها رسالة من خلال قناتكم الوقرة أن على كل عائلة أن تبحث عن هويتها لأن هويتها هوية أصيلة نعم خصوصا إذا كانت هي قد دونت في سجلات النفوس عند نشأة الدولة العراقية الحديثة وإجبا يتحول هذا إلى ثقافة لدى هذه العشرة ثقافة عامة ثقافة عامة لأن هذا أصبح غائبا الآن نعم بالأسف الشديد دكتور ربما من أكبر التحديات المتعلقة بالوقف وخاصة الأوقاف في العراق هو قضية التوثيق والتوثيق طبعا أكثر من نوع وتفاصيل كثيرة في الحقيقة وخاصة في الأوينة الأخيرة حيث جرت تفريط ببعض الأوقاف مع الأسف الشديد هو حقيقة هذا التوثيق موجود لأن هناك ما يسمى استجلات 18 سجل عند الوقف تم تدوينها بشكل أولي نعم لكن على سبيل المثال للحصر اليوم حينما تعاد عملية التوثيق وإعادة أنصح التعبير تتجه كثير من طلبة الدراسات العليا يذهبون ويخرجون بعض القضايا الوثاقية الموجودة نمنع سرقة الأوقاف والتجاوز عن الأوقاف التوثيق هي ليست تقوم بها مؤسسة وإنما هي مسؤولية فردية ومجتمعية قبل أن تكون مسؤولية الدولة على العكس منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة الاعتداء على الأوقاف هو الأصل فإذا من يقوم بعملية التوثيق العائلة نفسها العراقية العشائر الأصيلة التي تقوم بذلك أنا أضرب مثال بسيط نأخذ مثلا وضعت هذا حتى نأخذ مثلا وثيق رقم 9 وثيق رقم 9 سأضرب لك مثال على طريقة التوثيق هذه دفاتر الأشراف ودفاتر النفوس إذا أردنا أن نعرف حجم الأوقاف للعوائل نستطيع أن نبحث في الدفاتر والأنساب نعم هذه تتعلق طبعا بالمناسبة أدب مشاخيات الإسلام ونقابة الأشراف أنه يبدأ المقدمة دائما لأن هذا الكلام على أصول طيبة بتذهيب دفتر الأشراف ولا نجد أنا مرة طلعت على وثيقة السلطان يوم السليم يوثق لبيت من بيوت الأشراف في العراق قال وحينما يكتب بالعربية طبعا وحينما أضعوا اسمي ليس لأني أشهد لهم بحسن نسبهم وإنما حتى يذكروني في دعائهم الأدب كان موجود لهذا هذا الدفتر نستطيع إذا وجدت أي جامع قديم نأخذ عائلة من عوائل الموصل المشهورة بيت آل قبع مثلا وثيقة أعطيني رقم عشرة وثيقة رقم عشرة هذا الكتاب مثلا نلاحظ من الكاتب نيكولاي سيوفي ومحقق سعيد الديواجي المشهور المؤرخ الموصل المشهور هنا يتكلم عن مسجد أحمد بن يحب يعني بيت أبي قبع المسجد هو في عام 1164 هجرية 1164 حينما بحثنا عن هذه العائلة وعائلة يعني طبعا يعني معروفة بمقامها وأهلها وناسها وجدنا أن لديهم في سجلات الأشراف أوقاف وأنساب هذه النقطة مهمتهم الشعب العراقي وهذا يدفعنا إلى الوثيقة رقم بعدها مباشرة 11 لو تكرمت هذه الوثيقة عفوا تتكلم قفنا لو سمعت يعني أوقف لهون أوقفها لاحظ هذه مثلا تتكلم في زمن السلطان أحمد الثالث 945 إذن نربطها بالأول دخول السلطان سليمان القانوني كيف حرر الأوقاف وحرر العائلة نعم السلطان أحمد الثالث اللي هو 1141 قريب إلى تاريخ بناء المسجد اعتمد على سجلات 981 مراد الرابع الذي دخل العراق مراد الرابع اعتمد على سجلات السلطان عبد الحميد سلطان سليمان القانوني 945 سلطان سليمان القانوني اعتمد على الدفاتر التي وجدها بحسب ما أشرت عليها مجلة الأحكام العدلية 1737 المادة طيب هذا يقف عند 1141 هل استمرت عملية التوثيق؟ نعم الوثيقة التي بعدها الوثيقة التي بعدها لو تكرمت طيب هذه في زمن استمر استمر أعطيني هذه إقرار حجة وقفية نقف هنا لاحظ 945 كررنا التواريخ كلها 981 السلطان أحمد الثالث 1141 ثم السلطان عبد الحميد الثاني 1295 هذا استمر 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 يعطينا الاتجاهات الموجودة كلها والأخكام ثم أين يأتي ختم السلطان عبد الحميد الثاني هذا أخذته طبعا من آل إدريس آل قبع في المنطقة الغربية في مدينة عانا يعني كان ما شاء الله عائلة مشهورة جدا والأولى من الموصل استمر أستاذي استمر استمر لازم كان يكون هناك استمرارية استمر أيضا مرة أخرى أعطينا أعطينا أرفع 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 هذا ختم السلطان عبد الحميد يكون في الأخير تأدبا هذا يعطينا حقيقة طريقة التوسيق للأرشيف ثم هل هذا الأرشيف للعوائل مرتبط بالأوقاف الجواب بلا لأغلب العوائل العراقية الموجودة وتضبط مع هناك سجلات ورفوف وأختام السلاطين موجودة ويعطيك الاتجاه وتاريخ التوقيع وختم السلطان عبد الحميد هنا لم يكتفى بذلك بل أعطي لكل نقيب عائلة الوثيقة الأخيرة لو تكرمت الوثيقة الأخيرة أعطيت له حجة بكونه معفى من الخدمة العسكرية لكونه من نقابة الأشراف لأنه يدير قوة خاصة له مهام مدنية وهذه المهام ارتبطت بالأوقاف كيف نعرف أن هذه وثيقة خاصة نجد فيها الطوابع العثمانية في النهاية مع ختم السلطان عبد الحميد الثاني طبعا هذه نتكلم عن عائلة مثل عائلة آل إدريس آل قبع في الموصل أو كذلك في مدينة عانا ثم تكلمنا في الأردن وفي سوريا يعني هذه العوائل هذه العائلة مشهورة جدا ولذلك لديهم وثائق مهمة تجمع بين النسب من جهة وبين أيضا يعني الوقفيات الخاصة لهم عندهم أكثر من أربع خمس مساجد تقريبا شكرا لك دكتور على هذا العرض الجميل وعرض مصري في الحقيقة ومهم جدا لتكريس ثقافة الوقف في الحقيقة وأن هذا الوقف له جذوره العميقة الضاربة وأنا أعجبني جدا تشبيهك للأوقاف بالنسر خاصة في الموصل يعني لكن دكتور إحنا بعد هذا العرض التاريخي الوثائقي المهم دعنا نتحدث عن الوقف في الزمن الحالي في العراق نعم وعن تقسيمه على أقل تقدير الآن هناك وقف شيعي هناك وقف سني وهناك حالة من الفوضى إنجاز التعبير في موضوع الأوقاف كيف تقيم المسألة؟ هو حقيقة للخروج حتى لا يفهم من ذلك أنه هو نوع من أنواع الخطاب المقيت الذي ظهر بعد الآثين وثلاثة نعم من حيث التاريخ والمسألة التاريخية مجردة نعم الوقف هو موجود عند أهل السنة الطوائف أنصح التعبير الشيعي لأنه كان مثلا وهذا مثلا أحد الباحثين يعني هو ليس سر مبدع يعني حيدر حب الله مثلا من لبنان يتكلم عن تطور الشيع الاثنى عشرية كانت كلمة الوقف الشيعي غير موجودة إلا ظهرت بعد سقوط برداد بن مطاهر الحلي له فتوى لكن ليست على التأبيد ثم ظهرت بعد الاحتلال المرجع السستاني بالمناسبة أخذ نظام الوقف ووافق ما ذهب إليه علي حيدر فندي في ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف الذي هو في مشخيط الدولة العثمانية وهذه خطوة إيجابية أن يكون هناك أوقاف للجميع لماذا؟ لأن الوقف هو يحافظ على الهوية ممكن بالذات إذا كان الهدف منها علمي الهدف منها تنموي الهدف منها صناعة حضارة الهدف منها تحقيق الرفاهية للناس ليس الاستغلال أو ما إلى ذلك نحن نتكلم عن جملة الأوقاف في العراق نستطيع نقول 98% هي تتبع المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والقليل منها المذهب الحنبلي نعم الإشكالية الرئيسية أن الذي يتولى إدارة الوقف السني هو يفكر بالبقاء في المنصب فيذهب يقدم التنازلات للسياسيين يعني أنا أتكلم بالصراحة هذه النقطة مهمة التنازل للسياسي لا يعني أنك أنت اذهب تنازل كما شئت ولكن بأموال المسلمين بتاريخ بحضارة والله تسأل يوم القيامة ولا يفعلها شريف بالصراحة كيف التنازل؟ تنازل لأجل البقاء في المنصب أصبح المناصب تباع أصبح مثلا المدير العام لا يستطيع التغيير يتدخل النائب الفلاني والاتجاه الفلاني بتثبيت فلان وإزالة فلان وإبقاء فلان لماذا؟ لأن الوقف هو الثر والفعلية الحقيقية للمجتمع العراقي مثال في مدينة الناصرية مدينة الناصرية إلى قبل فترة تقريبا 200 سنة يعني نستطيع أن أقول كان الوالي نجيب نجيب باشا أو بعده كانت هناك تقع مشاكل في القتل والقتول وما إلى ذلك كان يتدخل الوقف الإسلامي باعتبار أنه بالذات مفت الحنفية في دفع الكثير من الديات ومنع القتول لهذا يعني يعني ما يسمى إمارة المنتفق وعمرها أربعمائة سنة جمعت القبائل كلها طبعا كان هناك على مذهب الإمام مالك في الغالب واستطاعت هذه القبائل أن يكون بينها سلم مجتمعي يعني اليوم حينما نتكلم إعادة أين هذا الدور الذي تقوم به الأبقاف هذا الدور يراد له أن يغيب لماذا يغيب يعني يوضع المقابل في زاوية تقول له يا أخي أنت ليس من حقك أن تتنازل عن هذا الحق يعني اليوم سؤال أنا أأتي إليك وأقول لك سامحني أبوك ليس فلان فلان هل هذا مقبول؟ غير مقبول غير مقبول تحويل رقبة الوقف ليست هي منصلاحية رئيس الوقف ليست منصلاحية هيئة الوقف وإنما هو خادم لإدارة الرقابة على الوقف وتسهيل العلاقة بين الأوقاف وبين الدولة يعني جهة وسيطة ليست مالكة خادمة وليست حاكمة لكن هل القائم على الأوقاف يقوم بهذه المهمة؟ جواب لا جواب لا هو تحول الوقف إلى أن يكون محاولة مؤسسة فاسدة اليوم التجربة في العراق هي ليست تجربة إسلامية حتى لا يظلم الإسلام هي تجربة طائفية مصلحية تجارية تتاجر بالأسماء والمسميات لأجل مصالح خاصة نعم بدليل أنه لو تم تحريك أوقاف جنوب العراق نستطيع أشائر العراق أن تطالب بمناطق في الأحواز لأن عندها أوقاف مثلا بني كعب عندهم جمع من الأوقاف يصل إلى مناطق مثلا عدة حقيقة إلى شبه القارة الهندية مثلا بني أسد هناك صدر الدين الأسنوي في شبه القارة الهندية بحثت عنه من بني أسد هو على مذهب الإمام إبي حنيفة وعندهم مدرسة فقية أوقافه هناك معلومة جدا بحيث هي سلسلة من المدارس تدخل من بدنر عباس إلى أن توصل إلى شبه القارة الهندية إذن يجب على العشائر العربية أن تدرك حقيقة هويتها العربية وليس فقط العربية والكردية والتركمانية وكذلك نتكلم بصراحة الهوية الإسلامية هذا بشكل مختصر كمية الوثائق الموجودة في الأرشيف العثماني دكتور كمية كبيرة جدا وهائلة كيف يمكن إسقاط هذا الواقع بمعنى تتحول إلى وهذا ينقلنا أيضا لموضوع التوثيق التوثيق الأصول التوثيق القانوني وتوثيق عائدية الوقف مسألة مرتبطة بهذا هذا طبعا السؤال سؤال أيام مشكلة القدس توثيق القدس مثل ما حدثتك فقير عملنا على بعض القضايا الموجودة بيت المقدس ونحن نعرف المؤامرة يعني الشيطان الأكبر والأصغر والشرط والغرب تآمر والأوسط الكل متآمر على هوية القدس الشريف حينما أعيد التوثيق هوية القدس نفسه يعني يبقى أن حالة الفوضى وحالة الدم وحالة تصل إلى حالة من نوع من الاستقرار فالآن كثير من أوقاف القدس تعود لماذا؟ لأن التوثيق موجود وهذا التوثيق يعني أنا أتوقع سنتين تنتهي العديد من قضايا التوثيق المتعلقة بأوقاف العراق لأن أوقاف العراق أوقاف أصيلة إلى كيف أوقاف أصيلة من يعمل عليها الآن؟ يعني هو المؤسسات العاملة في الأرشيف العثماني والأرشيف العثماني لأن هناك مصالح كيف مصالح؟ أن هناك بعض الأوقاف هي تتبع للدولة العثمانية ممكن أن تنادي فيها فيحقق لك التنمية الاقتصادية بالمناسبة ليشتغل بشرف بالوقف يستطيع أن ينمي نفسه اقتصادياً وينمي المجتمع من قال أن الوقف هو يمنعه من أن يصل إلى التنمية الحقيقية حتى الدولة العراقية الحالية يمكن أن تسفيد من ذلك طبعاً طبعاً إذا أرادت يعني إذا أرادت يعني بشيء عجيب يعني اليوم عندنا مشكلة مثلاً بالزراعة مشكلة بالكذا كانت هناك أنا أضري بمثال في مرة قرأت إلى الأرشيف الأمريكي بالمناسبة المدرسة الأمريكية الأبحاث الشرقية قامت بجرد عجيب للعراق فهناك مثلاً بين منطقة سامراء وبين منطقة بلد كان يوجد أجود أنواع الحرير نحن نسميها شجرة التوث مشهورة يعني حتى هناك مثل في العراق عليها هذه أجود أنواع الحرير تم إبادتها هي في الأصل أراضي أميرية أراضي أميرية موقوفة ووضعت بطريقة صحيحة أكبر عملية السرقة الآن لأوقاف العراق هي تصفية الأراضي العراقية دون أن نعرف لماذا صفيت بأي سبب للتنمية على أي أساس أنت الوقف يأتي يقسم أراضي ويبيع من أعطاه هذه الصلاحية هذه السرقة لأصول وقفية لا يسمح فيها ولكن الحق سيعود سيعود هي يعني الأمور تمضي لأن ما يمر فيه العراق في مرة من المرات من تعرض العراق إلى الاحتلال الصفوي والتدخل يعني الأجنبي كان فيها لأنه مثلا في الحرب العالمية الأولى هناك مثل عراقي يقول بأن العجم مروا بل وابتلينه فهذا الابتلاء ينتهي في يوم من الأيام وتنتهي هذه القضية ويعود العراق كما كان بإذنه تعالى اليوم عندما نتحدث دكتور عن الأوقاف الإسلامية في العراق نعم ونتحدث عن عوائد هذه الأوقاف وعن واقعها وعن مستقبلها نعم لماذا يمكن التعليق عوائد الأوقاف للأسف هي أصبحت تدار بطريقة أنا لا أتهم الأشخاص ولكن أقول هناك أناس عندهم إخلاص حقيقة في إدارة الوقف وفي العراق ولكن يفتقدون للمعلومة والجاهل ممكن أن يفعل بنفسه أكثر مما يفعل العدو يعني نعم فبالتالي تحتاج إلى أن يكون هناك مراكز دراسات حقيقية تنمي الوقف تعيد قراءة الوقف يعني مثلا حينما نتكلم عن الأراضي الخراجية التي وضعها سيدنا عمر بن الخطاب وكانت باستشارة سيدنا علي بن نبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا هي شكلت الهوية لجنوب العراق وعادت بناء اللحمة حينما انهارت هذه الهوية بسبب الغزو الصفوي وتدمير بغداد والجنوب ومعروف أنه كانت الأوبئة في جنوب العراق دخل السلطان سليمان القانوني وأعاد النهر السليماني ثم النهر الحسينية أصبح أعادت بناء هذه الهوية العربية من خلال تلك الأوقاف نعم يعني نتخيل أنا أضرب مثال بسيط على التنمية سدة الهندية أكبر سد نستطيع نقول أكبر سد أنشئ في زمانه كان التمويل الرئيسي له هو من خزينة الأوقاف المتعلقة بالزراع ولهذا العراق الآن مقبل على مجاعة مقبل على أمراض مقبل على مشاكل كبيرة يعني مشكلة الكهرباء اللي هي مشكلة بسيطة لو كانت هناك عقول يذهب الوقف السني يعطي أرض من الأراضي التي يوزعها يحولها إلى مثل مشروع الطاقة الشمسية ممكن أن يحل مشكلة الكهرباء ويجعل الأجور مخفضة نعم يقول عشر سنوات هذه الأرض يا باب على قولة العراقين مرايد أجور لكن وفر الخدمة ليس أنك تقوم ببيع للوضع في الجيب ثم نسأل أين هي الخزينة أين هو العرض المالي لا يوجد نعم في محاولة للمقارنة بين الأوقاف في الغرب مثلا وفي بريطانيا نعم والأوقاف في بلاد الإسلامية وخاصة في العراق ما وجه الشبه والاختلاف وجه الشبه أنه يعني أنه هم أخذوا نظام إدارة الأوقاف لا توجد جامعة نتكلم جامعة كامبرج أو سانتان دروز أو أكسفورد نعم في بريطانيا مثلا سانتان دروز بالذات تهتم أو جامعة برنسن جامعة المعروفة هي تقدم الاستشارة المخصصة وفي الغربات الأمريكية وكذلك هناك معاهد ويلر لمعالجة المعلومات هذه الجامعات نشأت بطريقة وقفية هارفورد أو جامعة جورج واشنطن أو غيرها تمام واشنطن نشأت بطريقة وقفية اعتمدت ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف 1776 مادة ماذا نحن فعلنا؟ أطلنا نظام الوقف الإسلامي أصولنا الوقفية أضعاف مضاعفة قياسا للأصول الوقفية الموجودة عند الغرب لكن إدارة الوقف يعني ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف وعلي حدر فندي والإمام الخصاف وضعوا طريقة تنمية الوقوف والحفاظ على الوقوف يعني اليوم الذي يطبق نظام الوقف الإسلامي ليست هي الأوقاف التي هي في العراق وفي البلاد العربية للأسف الذي يطبقه هو الغرب لكن أقولها بصراحة الأصول الوقفية الموجودة عندنا هي قابلة لأن تعيد نفسها ذاتيا وتبني أمرها بطريقة صحيحة وهذا إن شاء الله يتحقق لأنه العراق يعني يتجدد يعني العشرين سنة والثلاثين سنة ليست كثيرة في أعمار الأمم وحقيقة كل خائم وكل سارق يعرف أن له نهاية وأقول له بصراحة لنا لقاء عند الله أستوى الشر نعم بكل ثقة دكتور قلت سابقا أن أوقاف الموصل على سبيل المثال تستطيع أن تبني الموصل أكثر من مرة تعيد بنا أكثر من مرة صحيح صحيح وهذا يعني أن المشكلة ليست في الموارد على ما يبدو إنما المشكلة في إدارة هذه المسألة إدارة هذه المسألة يعني حينما نتكلم أوقاف ولاية الموصل حتى نتخيل لا ننظر إلى البعد الجغرافي مثلا أوقاف الجامع النوري لنور الدين محمود الشهيد أستاذ صلاح الدين الأيوبي القدس والمسجد الأقصى والكل ينادي فيها طيب هذه الأوقاف أسست لعملية تحرير المسجد الأقصى المبارك فهي امتدت تخيل جناح الصقر امتد بالشرق من جهة الغرب عفوا يمينا يمتد إلى حلب وحماء ودمشق ثم القدس الشريف نعم لكن هذه الأوقاف لو تمت إعادة الأصول الوقفية لأوقاف الموصل هناك أوقاف رئيسية وهناك أوقاف تبعية ما هي الأوقاف التبعية؟ قد تكون خارج الدولة العراقية ممكن أن تطالب فيها يعني على سبيل المثال لا الحصر هناك أوقاف للإمام الأعظم موجودة في شبل قرى الاندئية هناك أوقاف للإمام الأعظم موجودة في خرسان في أصفهان هل هناك في القانون الدولي ما ينظم ذلك؟ ممكن 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 لأن الحجة الوقفية مثلا مرة من المرات أنا قرأت حقيقة مثلا مصر قامت بالمناناة ببعض الأراضي الوقفية التابعة لمصر مثلا بعضها بنايات موجودة في اليونان لكن هذا يعتمد من يتولى هو نحن نريد من اللي يدير الأوقاف خليه يدير داخل العراق وخلف الله عليه على قولة العراقين يعني رأيتها بيضة لكن الإشكالية وين؟ إشكالية بطريقة التوثيق وطريقة التعاطي هل أن الوقف هو يعني أقول بصراحة مكسب لمن يتولى أم هي خدمة شريفة؟ خدمة شريفة ومكسب للبلاد خدمة شريفة إذن الذي ينظر إليه مكسب يتاجر بشرفه قضية خطيرة فما بالك دكتور بمن يتعدى على الأوقاف؟ هناك منهجية للاعتداء على الأوقاف في العراق المسألة تعدت أن يحافظ عليه أم لا يصونه وكذا المسألة تعدت إلى الاعتداء الفعلي الاعتداء الفعلي أولا هو إن كان لا يعلم فهو يتعدى على أصله وشرفه نعم هذا خلاصة يا أخي ما أستطيع هناك عقد أنصح التعبير أنا أقول مرات أنا أدرس الأحوال الشخصية أقول لهم أنظروا الوقف مثل الزواج العائلة لإنتاج الأسرة لكن سامحوني الشذوذ الجنسي والفساد الخلقي يعني بالعلاقة بين الرجل والمرأة ولا أريد أن أسميها هي ليست للإنتاج الأسرة والذرية فكل فعل يجعل من الوقف لا ينتج فهو أشبه الحالة الثانية وليست الأولى يعني يجب أن نكون صريحين حالة تدميرية ومقصودة وليست تنموية مقصودة ولهذا أنا أقول له يعني اليوم من تولى الأوقاف التي توفى توفى ومات بينهم الدكتور عدنان محمد سلمان رحمه الله رحمه الله سعاد بما قام من التوثيق وكذلك بصراحة كان هناك أيضا من تولى إدارة الوقف الشيعي حينما أعطى دكتور عدنان محمد سلمان البناية القديمة للتربية الإسلامية أراد أن يوثق وأن يبني نظرية مجتمع جديدة أخذ بذلك منهج محمد حسن آل ياسين حقيقة الذي وضع فكرة للوقف أيام ما كان مجلس التمييز الشرعي الجعفري ومجلس التمييز الشرعي عفن السني وأخذ أيضا بمنهج محمد حسن آل كاشف الغطاء لأن المرجع محمد حسن آل كاشف الغطاء قام بشرح مجلة الأحكام العدلية وافق فيه ما ذهب إليه الحنفية تمام هؤلاء ذهبوا أفضلوا إلى ما قدموا لكن من جاء بعدهم ولا سوف تسعدون نعم نتوقف هنا ونكتفي بذلك دكتور عثمان سعيد شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والمعلومات المهمة والقيمة في واقع يعاني منه الوقف الإسلامي في العراق ونتمنى له التعافي من هذه المعاناة وهذه التحديات وأن يكون لكم سهم مبارك في معالجة هذا الأمر أستاذ الشريعة والقانون في جامعة يلوى التركية أشكرك مرة جديدة كما أشكر المتابعين الكرام على حسن المتابعة في هذا اللقاء الخاص ونشكر أيضا فريق العمل على إنجاح هذه الحلقة تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا